السلام عليكم تلميذات وتلاميذ الجذع المشارك العلمي سنتعرف اليوم في درس الهندسة الفضائية على مختلف الأوضاع النسبية الممكنة للمستقيمات والمستويات في الفضاء كما سنكون مفهوما أشمل عن مفهوم التوازي في الفضاء إذن جرد الحالات الممكنة سوف نستعين بمكعب ABCDEFGH في الفضاء إذن هيا لنملأ الجداول التالية بطريقة جماعية في الحالة الأولى ما هي النقط المشتركة بين المستوى ADB والمستوى CFG؟ نعم صحيح للشركان في جميع نقط المستقيم بسي كما رأينا فإن مستوين مختلفين لا يمكن أن يتقاطعان وفق نقطة أو نقطتين ولكن وفق مستقيم في الحالة الثانية ما هي النقط المشتركة بين المستوى ADB والمستوى EFG؟ فكما نلاحظ أن المستويين لا يشتركان في أي نقطة وبالتالي فمجموعة تقاطعهما مجموعة فارغة في هذه الحالة يمكن أن نقول أن المستويين منفصلا في الحالة الثالثة المستويين DCH والمستوى CGD كما يبدو فإنهما يشتركان في جميع النقط إذن مجموعة تقاطع ستكون هي نفس المستوى إما DCH أو CGD ويمكننا القول في هذه الحالة أنهما منطبقان في الجدول الموالي لدينا في الحالة الأولى المستقيم EF والمستوى DCF مشتركان في جميع نقطة المستقيم EF وبالتالي فإن EF هو مجموعة تقاطع ويمكن القول في هذه الحالة إما أن المستوى DCF يضم المستقيم EF أو أن المستقيم EF ضمن المستوى DCF في الحالة الثانية نلاحظ أن المستوى DCF والمستقيم EF لا يشتركان في أي نقطة وبالتالي فتقاطعهما مجموعة فارغة ويمكن أن نقول في هذه الحالة أنهما منفصلان وفي الحالة الثالثة المستقيم بـ H والمستوى AFG يتقطعان وفق نقطة وحيدة في هذه الحالة النقطة E هي مجموعة التقاطع وبالتالي فإن بـ H و FG متقاطعان وفق نقطة التي هي E ويمكن القول بأن بـ H يخترق المستوى AFG والآن لنرى حالة تموضع المستقيمات في الفضاء لدينا في الحالة الأولى المستقيمان AF وDG لا يشتركان في أي نقطة وبالتالي فمجموعة التقاطعهما تساوي مجموعة فارغة ويمكننا القول أن المستقيمان AF وDG منفصلان في الحالة التالية المستقيمان AC وHG كما نلاحظ فإنهما أيضا لا يشتركان في أي نقطة ومجموعة التقاطعهما بطبيعة الحال ستكون مجموعة فارغة ويمكننا القول أيضا أنهما منفصلان وفي الحالة الأخيرة كما هو ملاحظ فإن المستقيمين AH وSH يتقاطعان وفق نقطة المشتركة والتي هي النقطة S إذن S هي مجموعة تقاطع المستقيمين وفي هذه الحالة يمكننا أن نقول أن المستقيمان متقاطعان من بين الحالات واحد وجوج وثلاثة الأخيرة هل يوجد مستوى يضم المستقيمين معا؟ نعم في الحالة الثالثة المستوى A-H-E يضم كل المستقيمين A-E و A-H وفي الحالة الأولى أيضا المستوى A-F-J أيضا يضم المستقيمين A-F و D-J لكن في الحالة الثانية فلا يوجد أي مستوى يضم المستقيمين A-C و A-C معا؟ لأنه لو وجد فلن يكون المستوى مستويا وبالتالي سيخالف جميع قوانين أقليدس في المستوى في الحالة واحد المستقيمان A-F والمستقيم D-J مستوائيان ومنفصلان إذن حسب تعريف توازي المستقيمين في المستوى فإن A-F والD-J في هذه الحالة متوازيين إذن كما رأينا أنه إذا كان المستقيمان منفصلان في الفضاء فلا يعني هذا بالضرورة أنهما متوازيين إذن يمكن أن نرخص النتائج التي حصلنا عليها في الشكل التالي يكون مستقيمان في الفضاء إما متقاطعين أو متوازيين أو منفصلين وغير مستوائيين ويكون التوازي إذا كان المستقيمان مستوائيين ومنطبقين أو ويكون مستوى ومستوى في الفضاء ويكون التوازي في حالة إذا كان منطبقين أو منفصلين ويكون مستقيم ومستوى في الفضاء إذا كان يتقاطعان وفق نقطة في الفضاء ونقول أن المستقيم يخترق المستوى ويكون إما المستوى يتضمن المستقيم أو المستوى والمستقيم لا يتقاطعان في أي نقطة ويكون التوازي إذا كان المستوى يضم المستقيم أو نقول أن المستقيم ضمن المستوى أو إنما يكون منفصلان أي لا يشتركان في أي نقطة وفي الختم أنتم مننا تكونوا استفتتم معانا واستوعبتوا الأوضاع النسبية الممكنة للمستقيمات والمستويات في الفضاء دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة